موسيقى في الوقت الذي دخلت فيه الاحتجاجات في العراق مرحلة خطيرة خاصة في المحافظات الجنوبية وفشلت جميع رسائل رئيس الوزراء تطمينية في تهدئة الشارع الغاضب بدأت الحكومة في اتخاذ سياسة جديدة في مواجهة هذه الموجة من الحركة الشعبية فقررت تشكيل خلايا أزمة لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات برئاسة المحافظين وعضوية مسؤولين عسكريين فهل تنجح الخطوة في حل الأزمة أم ستضاف إلى ما سبق من حلول فشلت في إقناع الشارع؟ للمزيد حول هذا الموضوع معنا من بغداد مستشار المركز العراقي للدراسات علي فضل الله وسينضم إلينا من أسطنبول الكاتب والباحث السياسي جاسم الشمري أهلا وسهلا بك ضيفي من بغداد سيد علي فضل نتحدث عن خلايا الأزمة التي وضعتها الحكومة العراقية لربما الحد من هذه الاحتشاجات ما مدى قدرة هذه الخلايا الأزمة على ضبط إقاع الشارع برؤيك؟ شكرا لهذه الاستضافة تحية طيبة لك وللظيف الكريم نعم هناك يجب أن نميز بين المتظاهر السلمي والمتظاهر الذي بدأ يستغل هذا الوضع من خلال استخدام العنف والقوة باتجاه القوات الأمنية والممتلكات العامة بل عمد إلى قطع الطرق والجسور ونعتقد هذا الموضوع يتنافى مع القانون أو مجموعة القوانين العراقية وحتى الدستور العراقي التظاهر من المفترض أن يكون سلمي والرسالة يجب أن تكون سلمية باتجاه الحكومة العراقية نعم هناك فساد مالي وإداري متراكم متجذر مرحل من الحكومات السابقة باتجاه الحكومة الحالية المشكلة لدى الشارع العراقي الآن لا يميز بين الحكومة العراقية ومدى صلاحيات هذه الحكومة وبين الطبقة السياسية التي لطالما كانت مقيدة لعمل الحكومة السابقة والحكومة الحالية نعم هناك مجموعة مطالب مطالب دستورية قانونية ولكن أن يصل الموضوع إلى الانفلات والانسحاب من الوضع السلمي إلى استخدام القوة واستخدام حتى السلاح باتجاه القوات الأمنية بل ترويع الشارع العراقي بل إلغاء المؤسسات العراقية أنا أعتقد هذا الموضوع أصبح الآن منحرف كل الانحراف عن التظاهر السلمي وبالتالي مجبورة ومرغمة الحكومة العراقية على ضبط إيقاع هذا التظاهر بل فرض القانون في الشارع العراقي لذلك خلايا الأزمة من المفترض الآن أن تتعامل بجانب سياسي وجانب أمني حتى يصار إلى استيعاب حالة الغضب لدى الشارع العراقي تحديدا في المناطق الجنوبية في بغداد أنا برأيي الوضع يختلف ولكن في الجنوب قد تكون المسحة العشائرية لها دور كبير في التأثير وأخذ الموضوع بعيد كل الوعد عن الجانب القانوني لذلك هذه الخلايا من المفترض الآن أن تكون هي مجسات الحكومة العراقية وبنفس الوقت تنقل ما يريده الشارع الجنوبي باتجاه الحكومة الاتحادية طيب سيد جاسم الشمر ينضم إلينا الكاتب والبحث السياسي ما رأيك في خطوة الحكومة العراقية بوضع ربما خلايا للأزمة هل ندخل فصل جديد من العسكرة الحلول الأمنية؟ ما الذي يفهم من هذه الخطوة برأيك؟ نعم شكرا لكم تحية لك أخي الكريم ولي ضيفكم الكريم ولمتابعي سكاينيوز أنا أعتقد أن الدستور العراقي المادة الخامسة عشر ذكرت أن لكل مواطن أو فرد عراقي الحق في الحياة والأمن والحرية وبالتالي حينما نعود إلى هذه المفردات الثلاث نجدها أنها مهددة اليوم بشكل كبير منذ بداية المظاهرات في تشرين الأول ماضي وحتى اليوم حينما نتحدث عن أن هناك بعض الخروقات من بعض المتظاهرين هذا الأمر حصل بالأمس في حالات فردية فبالتالي يمكن أن نوجه السؤال الآتي هل حكومة قبل يوم أمس كانت تتعامل مع المتظاهرين بحكمة وعقلانية دون الذهاب إلى القتل؟ هذا كلام غريب وبالتالي أعتقد أن الحكومة حتى يوم أمس حتى قبل الهجوم على الملحقية الإيرانية في النجف قتلت أكثر من أربعمائة متظاهر بحسب لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي وجرحت أكثر من 15 ألف بينهم 6 ألاف معوق ويعني اعتقلت أكثر من 3000 مواطن مدني وعليه أعتقد أن الحكومة لم تتعامل بحكمة ولم تعرف كيف تتصرف مع المعطى الجديد أو الحالة الجديدة التي ظهرت في العراق وهي المظاهرات وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومة هي التي أوصلت الحالة القائمة في العراق إلى هذه المرحلة أو مرحلة الانفجار يعني على سبيل مثال لجان الخلايا الأمنية التي أعلنتها الحكومة هي نوع من حالة الطوارئ في العراق رأينا أن مدير خلية الأزمة في الناصرية خلال يوم واحد قتل أكثر من 30 مواطنا هذا اليوم في الناصرية جميل الشمري وجرح أكثر من 120 واستخدم الأسلحة التي تستخدم لمقاومة الطائرات ماذا يعني هذا؟ وبعد ذلك نرى أن رئيس الوزراء يعني يسحب يد جميل الشمري وكأنه أرسل جميل الشمري في رحلة سياحية يعني معلوم جنابك حينما يذهب مثلا صحفي إلى ميدان مظاهرات مؤكد أنه يذهب من أجل نقل صورة المظاهرات للجماهير وأن يذهب قائد عسكري في مدينة فيها فوضى أمنية مؤكد أنه بتخويل من رئيس وزراء عادل عبد المهدي سيذهب من أجل قتل أو ضرب هؤلاء أنا أعتقد أن الحكومة تحاول خلط الأوراق هي تحاول أن تجعل أكثر من متهم بالقتل في العراق اليوم أصبح متهم جديد وهو جميل الشمري وهذا الأمر أعتقد هو نوع من غياب الحكمة لدى الحكومة وعليه أعتقد أنه يفترض بالحكومة أن تكون مسؤولية كاملة عما يجري في العراق وأن تعلن أنها فشلت في إدارة الأزمة طيب هذا السؤال أطرحه على السيد علي فضل يعني ألا تتحمل الحكومة العراقية مسؤولية ما وصل إليه العراق اليوم منذ اليوم الأول والحكومة تفرض الحل الأمني تقتل المتظاهرين وبالتالي ردة الشرع أكيد ستكون مغايرة إلى أي حد تتحمل الحكومة مسؤولية التدهور الحاصل اليوم سيد علي سيد الكريم التظاهر يعني يجب أن يعرف المشاهد والمستمع المتظاهر أو التظاهر بحد ذاته هو حق كفل الدستور العراقي وفق المادة 38 ولكن لم ينظم لحد الآن وللأسف بمادة قانونية المشكلة أنه لحد هذه اللحظة لا نميز بين أداء الحكومة والطبقة السياسية الحكومة العراقية محكومة بسلطة البرلمان العراقي في حالة تفكير بسن أو تشريع أي قانون من المفترض أن يذهب من الحكومة باتجاه السلطة التشريعية وعندما نصل إلى السلطة التشريعية يعني المشكلة تكون لدى الطبقة السياسية التي دائما تغلب المصالح الحزبية على المصالح الوطنية لذلك هذا التناقض يجب أن يفهم من قبل المشاهد الجانب الآخر إدارة الأزمة أنا برأي الحكومة العراقية خلينا نضرب مثال في بغداد في بغداد وصل الموضوع أيضا إلى الصدام بين المتظاهر والقوات الأمنية في بداية التظاهر 11 ولكن بعد المظاهرات الثانية بعد استعادة زمان من الأمور من قبل الحكومة العراقية بعد قدوم السيد عبد الكريم خلف وكونه الناطق والمتحدث عن القائد العام للقوات المسلحة نعتقد الخبرة الأمنية بدأت تبرز من خلال عزل جسد التظاهرات عن بعض العصابات المندسة داخل المتظاهرين لذلك الآن نلاحظ ساحة التحريف في بغداد ومنذ قرابة أسبوعين من الآن لم تشهد أي حال الصدام بين المتظاهر السلمي خلينا الميز بين المتظاهر السلمي والقوات الأمنية لكن من يحمل السلاح من يحمل العبوات من يحمل الملتوف أنا أعتقد هذا ليس بمتظاهر هذا شخص أما يبحث عن صدام مع القوات العسكرية ومن المفترض أن يواجه بنفس القوة ويجب أن نميز في هذه الشاكلة بين المتظاهر السلمي وبين الشخص المندس سواء كان مدفوع من الخارج أو من قبل طبقة سياسية المشكلة في هذه المجموعات هي أثر سلبا على المتظاهرين لذلك أعداد المتظاهرين بدأت تنخفض من الخارج من طرف من هذا عامل سلبي يؤثر على المتظاهر من المتظاهر سيد علي سيد الكريم هناك مشاكل كثيرة في العراق للأسف التقاطعات الدولية على الجغرافية العراقية لها نعكاسات سلبية على الوضع العراقي بالإضافة بعض الأحزاب السياسية لا زالت تريد الفوضى ولا تقبل بإصلاح النظام السياسي لذلك مجموعة هذه العوامل برأي هي من تقف وراء هذه الفوضى العالمة من المفترض الآن أن يكون هناك أدوات سلمية باتجاه الحكومة العراقية لا أن يصل الموضوع إلى استخدام السلاح ومواجهة القوات الأمنية بل شل الحركة بالكامل لحياة المواطن العراقي خصوصا في الجنوب الحياة في بغداد أنا برأي حياة طبيعية الأمور طبيعية ولكن في الجنوب يبدو أن هناك انحراف ومن المفترض بالحكومة العراقية والقوات الأمنية أن تتعامل بوفق القانون وليس استخدام القوة القوة مرفوضة سواء من القوات الأمنية أو من المتظاهر لذلك المرجعية دائما كانت تؤكد على سلمية التبادل بين المتظاهر والقوات الأمنية أما أن يصل الموضوع على استخدام السلاح أنا برأيه مرفوض سواء من القوات الأمنية باتجاه المتظاهر السلمي أو من قبل بعض العصابات المندسة التي تريد أن تؤثر على شكل المظاهرات قبل أن تؤثر على الحكومة العراقية سيد جاسم الشمري اليوم شهدنا موقف لافت للصدر قال إذا لم تستقل الحكومة فهذه بداية النهاية للعراق ونصح الحكومة بالاستقالة حقنا للدماء ربما شهدنا أيضا من العبادي نفس الموقف إلى أي حد بدأت تتشكل جبهة قوية لإقالة عادل عبد المهدي برأيك يعني قبل هذا يعني يفترض أن نبين أن المظاهرات ما زالت حتى الآن سلمية في الطابع العام لها ولا يوجد حمل السلاح لدى المتظاهرين وحصلت بعض الخروقات في الاعتداء على عسكر واحد يوم أمس وهذا الأمر مرفوض وبالتالي لا يمكن تعميم حالة واحدة على مئات الآلاف وحرق القنصلية سيد جاسم نعم إيران متدخلة في الشأن العراقي إيران محور الشر في العراق وعليه كان يفترض يعني نوع من الغضب الشعبي لا يمكن يعني نحن لا ندعو إلى حرق الملحقيات والسفارات لكن هذا الأمر يعني الجماهير العراقية باتت تعلم يقينا أن إيران متدخلة تدخلا واضحا في الشأن العراقي يعني على سبيل مثال اليوم لو نتابع تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال ندعو حكومة العراق للتعامل بمسؤولية لحسم بحسم وشكل مؤثر مع المنتسبين المتسببين بالهجوم أعتقد أن هذا نوع من الضوء الأخضر لحكومة بغداد باستخدام السلاح مع المحتجين هي قالت رد مسؤول وقوي وفعال من الحكومة العراقية على حادثة القنصلية هذا هو البيان الذي ذكرته إيران نعم قال ندعو حكومة العراق للتعامل بمسؤولية وبحسم وشكل مؤثر مع المتسببين بالهجوم وعليه أن تتعلم جنابك في الخطابات الدبلوماسية هذا الخطاب غير مقبول هذا نوع من الإملاءات لحكومة بغداد بأن توجه البندقية نحو المتظاهرين في العراق نحن لو رأينا أيضا كلام مسجدي قال أن عملاء الخارج اليوم مسجدي سفير إيران في العراق قال أن عملاء الخارج يحاولون إثارة الفتنة وهذا نوع من الشيطن لمظاهرات عراق لماذا لا يقول يعني مسجدي أن العراقيين باتوا على علم أن إيران متدخلة تدخلا سلبيا في الشأن العراقي وهم لا يريدون إيران بعد اليوم في العراق أعتقد أن هذه الإملاءات الإيرانية سواء من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أو باسم السفير أو من قبل السفير هذا تدخل سافر في الشأن العراقي وعليه من المتوقع أن الجماهير يعني على السفارة الإيرانية في بغداد وربما في البصرة وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر متوقع بسبب الغضب الشعبي من التدخل الإيراني في الشأن العراقي أعتقد أن حكومة بغداد وكلام ضيفك الكريم أن بغداد لا يوجد فيها قتل اليوم قتل أربعة من المتظاهرين في بغداد وجرح أكثر من ثمانية عشر متظاهر من الذي قتل هؤلاء لماذا نحاول تزييف الواقع لماذا نريد تلميء حكومة بغداد نحن ندعو إلى الكلام المنطقي حتى مع الذين نختلف معهم وهي حكومة بغداد نحن لا نتهم حكومة بغداد بالباطل وإنما نقول هناك أدلة قاطعة على استخدام النيران المميتة من قبل حكومة هذه القواضحة سيد جلسم ولكن لم تجبني على السؤال هل نحن أمام بداية تشكل جبهة قوية لإقالة عادل عبد المهدي بعد هذا الأخفاق بعد هذا الفشل الذي كان على مدار شهرين من عمر هذه الأزمة أعتقد أن عمر حكومة عادل عبد المهدي انتهت مع أول إطلاق وجهت على المتظاهرين في بداية تشريه ماضي هذا أولا ثانيا القضية التي يفترض بالسيد مقتدى الصدر وغيره من الزعماء السياسيين الموجودين في العراق أن ينتبهوا إلى أن القضية ليست قضية إقالة عادل عبد المهدي وخروج عبد المهدي من الحكومة فقط يفترض أن يحاكم عادل عبد المهدي على الجرائم التي ارتكبها بقتل أكثر من أربعمائة متظاهر وهناك كلام أن العدد حقيقي هو ثمانمائة متظاهر قتلوا منذ تشرين وحتى اليوم أما أن نقيل الحكومة وانتهي الأمر وكان أمرا غير موجود بالتالي هذا فتح باب القتل لكل مواطن عراقي يمكن أن يقتل الآخر ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته وكأن شيئا لم يكن نحن يتحدث عن مجزرة حكومية يفترض أن يقدم المتسبب المباشر وغير المباشر إلى محاكمة عراقية أما أن نقول له شكرا لك مع السلامة فهذا الأمر يعني لا يوجد قانون لا يوجد نظام لا يوجد أي ضابط للإنسان في العراق أعتقد حكومة عبد المهدي انتهت والمرحلة الثانية يفترض أن نذهب إلى محاكمة عادل عبد المهدي ثم بعد ذلك إلى حكومة عراقية مستقلة بعيدا عن قتله والمجرمين وسراق المال العام في العراق ما رأيك سيد علي فضل هل انتهى عمر حكومة عادل عبد المهدي بالفعل مع سقوط أول قتيل في هذه الاحتجاجات وبالتالي هو يتحمل مسؤولية ما يحدث في العراق وأن الخطوة المقبلة كما يقول لك ضيفي هي محاسبته على كل هذه الدماء التي سفكت البعض يتحدث عن أكثر من 350 وضيفي يقول لك 800 قتيل الأمور ليست بهذه السهولة التي يتصورها البعض من القوات الأمنية والمتظاهرين طبعا نعم في النهاية كم حدد الذين قتلوا من قوات الأمنية سيد الكريم قبل أن نجيب عفوا على سؤال لك إذا تسمح لي عفوا فضل لدي بس مداخلة مع الضيف الكريم يعني هل أفهم من كلام الضيف الكريم أنه هناك للأسف تدخل كبير من دول كثيرة في الشأن العراقي والسبب هو هشاشة النظام السياسي والسبب هو الطبقة السياسية التي تسمح للتدخل الخارجي هل هذا يعني أنه أي دولة متدخلة الآن في الشأن العراقي بحسابات الجمهور العراقي يجب أن نذهب إلى سفارة تلك الدولة ونحرقها نعتقد هذا الموضوع مخالف للقوانين الدولية ومن المفترض بالإعلام المهني بشخص الضيف الكريم أن يوجه المتظاهر باتباع الطرق السينمية لا أن يقلل من هيبة الدولة العراقية وكيف تفسل سيد علي رد سفارة رد إيران اسمح لي على أنها اسمح لي سيد جاسم أقول فكرة أنا أسأل السؤال السيد علي يعني كيف تفسر تصريحات إيران حينما تدعو العراق لرد قوي مسؤول فعال يعني من الحكومة العراقية على المتظاهرين الذين تسببوا في هذه الحرائق وأي دولة أنا متأكد في حال أنه التعدي على قنصليتها أو سفارتها ستتكلم بنفس الكلام الذي تتكلم بالمسؤول الإيراني ولكن تبقى كلمة الفصل للحكومة العراقية يجب أن تحقق وتتحقق من أسباب هذه الموضوعات ثم تذهب إلى موضوع المساءلة والعقوبة لا أن توجه من قبل الخارج طبعا أكيد التوجيه من قبل الخارج مرفوض من شخصي ومن كل مختص حقيقة في الشأن السياسي لكن المشكلة أن يكون الإعلام موجه للمتظاهر بالانحراف عن الطريق السلمي باتجاه استخدام القوة وتقليل هيبة الدولة العراقية أنا أعتقد هذا الموضوع مرفوض نعود إلى موضوعة حكومة عادل عبد المهدي من المفترض يا سيد الكريم وأنا أكرر المشكلة ليست في الحكومة العراقية المشكلة في الطبقة السياسية الآن نسمع من بعض الكتل الكبيرة الماسكة لزمام السلطة العراقية نسمع بموضوع مطالبة السيد عبد المهدي بالاستقالة ما إحنا عدنا في البرلمان العراقي في الدستور العراقي عفوا عدنا المادة 61 تجيز للبرلمان العراقي مسائلة هذه الحكومة ثم إقالتها من المفترض الآن في حال قصور وتقصير هذه الحكومة أن نشهد جبهة تذهب للبرلمان العراقي وتستجول هذه الحكومة ثم تذهب إلى إقالتها وفق المادة 61 موضوع المطالبة أنا برأيي هذا موضوع خلط للأوراق وليس بالطريق القانوني حتى المرجعية في الخطبة الثالثة على ما أتذكر قالت وبالنص لا يجوز لأي شخص أو مجموعة أو تيار أو دولة أن تفرض سياسة الأمر للواقع باتجاه إقالة الحكومة من المفترض أن تكون لدينا طرق قانونية وطرق دستورية نعم الحكومة العراقية مقصرة أمام أي حياة مواطن عراقي فالكل أعزاء سواء المتظاهر أو القوات الأمنية المشكلة وكرر هذا الموضوع ضيفك الكريم أن هناك استهداف وأنا قريب وأنا ابن بغداد أن يكون هناك تعدي على المتظاهر السلمي في ساحة التظاهر الرمزية وهي ساحة التحرير نعم هناك صدامات ماذا تقول سيد علي اسمح لي على المقاطعة في تقرير منظمة العفو الدولية اليوم اسمح لي على المقاطعة يعني منظمة العفو الدولية تطالب السلطات العراقية بالسيطرة على قوات الأمن والتوقف عن قتل الناس بالقنابل التي تصنف على أنها عسكرية ماذا تقول في تقرير دولي وهو تقرير محايد ليس من جهة سياسية بعينها سيد الكريم المتظاهر فوق الكل حقيقة إذا كان متبع للطرق القانونية ولكن أي عصابة أي شخص يحاول العبث بالنظام العام أنا أعتقد من المفترض الحكومة تواجه هذا الشخص وبقوة لأن أول المتظررين من هذا الموضوع هو المتظاهرين موضوع استخدام القنابل أنا أعتقد هذا الموضوع غير صحيح وأنا قريب حقيقة من موقع الحدث لكن قد تحدث بعض الأخطاء من أفراد من القوات الأمنية وهذا حالة طبيعية في ظل هذه الأزمة المتصاعدة لكن أن يعمم الموضوع على جميع القوات الأمنية نعتقد فيه مغالطة للمعلومات بعد 25 عشرة مستوى الشهداء والإصابات والجرحة في القوات الأمنية أكثر من المتظاهرين وأكرر ساحة التظاهر في بغداد لم تشهد أي حالة الصدام بين القوات الأمنية والمتظاهرين السبب هو احترام المتظاهرين للقوانين المحلية وبالتالي وجدنا أن هناك حالة وئام بين القوات الأمنية والمتظاهرين بينما خارج هذه المنطقة هناك أسواق تجارية تحرق وتسرق وتسلب من المفترض بالقوات الأمنية أن تحافظ على الممتلكات العامة والأموال الخاصة ولا يمكن مواجهة من يحمل السلاح إلا بالسلاح لذلك هذا ليس بالمتظاهر بل هذا خارج عن القانون شكرا جزيلا لك أستاذ علي فضل فضل الله مستشار المركز العراقي للدراسات كنت معنا من بغداد وأشكر سيد جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من أسطنبول شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم